يقول صرح وزير السكن أن أرضية المسجد الأعظم كانت مقرا للمنصرين وديوانا لبيع الخمور فهل يجوز بناء المسجد فوق أرض كهذه وهل تجوز الصلاة فيه نعم تجوز الصلاة فيه ويجوز بناء المسجد فوق هذه الأرض لأن مسجد رسول الله السمعوا يا لحبين بديتوا تخرب شو شفتوا تزايا رحا تبني جامع ما ستوش كيف تتشيط نودك جيتوا من باب الفتوى السمعوا أنا هنا أعطيكم دليل يدمر لكم الفتوى أنتعكم الباطلة إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة الذي صلى فيه رسول الله والصحابة والتابعين والمسلمون إلى يومنا هذا والذي هو مجفون فيه عليه الصلاة والسلام وبجنبه أبي بكر وعمر ويدفن فيه سيدنا عيسى إذا نزل دفن فوق مقبرة للمشركين كان مقبرة للمشركين وكان مكانا خاربا فيه الزيقوات باشتفهموا بالدرجة فيه الزيقوات والخارب ويرموا فيه الجيفة فكان يملكوا بني النجار عائلة أو قبيلة في المدينة عيط لهم النبي عليه الصلاة والسلام قالهم ثامنون بحائطكم يعني بيعوا لي الأرض انتعكم باش يبني عليها المسجد قالوا حاش لله النبي نعطيه هلك يا رسول الله فأمر بقبور المشركين فنبشت وأخرجت ودفن في مكان آخر وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام وأنا أطلب من كل صاحب فتوى وطالب علم يروح الآن ويبحث في الأنترنت وفي الكتب والمصنفات وفي كتب السيرة الأرض التي بني عليها مسجد رسول الله سيجد وأنها كانت مقبرة للمشركين والصلاة فيها صحيحة لأنها نبشت قبور المشركين ودفنت في مكان آخر فكيف بأرضية المسجد الأعظم من نهار سبع الجزائر راح تبني جامع في المستوى وهو ما ينبسه واحد يقول لك سمعا تاعو تقسها الطيران الطيران الأخير قال لك كيف يبنيوها قدام واد الحراش ولو يعرفوا زيما باب الطهارة والنجاسة يا أخي النقيو واد الحراش وش عليه النقيوه ونوردوه منتجع السياحي واحد يقول لك الزلزال كأن الزلزال غير على الجامع سم الزلزال تضرب غير الجامع ما تضربش العاصمة وضواحيها خايفين غير على الجامع حسبون الله ونعم الوكيل حسبون الله ونعم الوكيل واحد آخر يقول لك كيف يصرفوا مليار دولار علاج الجامع يعني يا ربي ليعطاكم كل هذه الخيرات وهذه الأرزاق يعني بخلتوا عليه دوريه مات تبنيوا بها المسجد والآن أمراحوا من باب الفتوى كيف تبنيوا جامع فوق أرضية كانت للمنصرين هذه الأرضية قبل ما كانت للمنصرين كانت للمسلمين والصلاة فيها صحيحة وفي المسجد صحيحة ومبرك على الأمة الجزائرية هذا المسجد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته